خليني أنتقل مع حضرتك الملف بقى العالم وما يحدث في العالم وصراعات القوة في العالم أكيد الحدث الأهم هو الحرب العبسية حرب تكسير العظام اللي تقودها يعني معسكر الغربي والشرقي الحرب الروسية الأوكرانية وما أدت إليه من يعني مشاكل اقتصادية في الطرفين ثم مشاكل اقتصادية على العالم هذه الحرب الطويلة التي ربما تطول أكتر يعني حضرتك كمفكر سياسي كيف ترى خط سير هذه الحرب في الأيام القادمة خاصة مع رغبة فنلندس ومالسويد في الانضمام إلى الناتو والتهديدات الروسية الخاصة بهذا الأمر في شكل موجز وسريع جدا لازم نفهم أنه يعني حدثت المراحل اللي مر بيها العالم في الخمسين ستين سنة اللي فاتت العالم بعد الحرب العالمية التانية كان بيتقاسموا قوتين كبيرتين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي مش روسيا الاتحاد السوفيتي اللي هي مجموعة الجمهوريات اللي كان فيها حوالي 15 جمهورية وكانت تأسيمة العالم أيمة على فكرة أنه ده معسكر اشتراكي وده معسكر رأسمالي عند نقطة معينة حدث تراجع لهذا المعسكر الاشتراكي لصالح المعسكر الغربي والاتحاد السوفيتي تفكك إلى روسيا ومجموعة الجمهوريات بقت بقى تنوعت وتعددت الولايات المتحدة الأمريكية تصورت في لحظة تاريخية معينة أنها تستطيع وحدها أن تقود العالم وطلعت أفكار الإمبراطورية الأمريكية وطلعت أفكار أن الولايات المتحدة قوة وحيدة متميزة قوة عظمها وحيدة إلى آخره تبين مع الأزمة الاقتصادية بتاعت 2008 أن الولايات المتحدة الأمريكية متعثرة وفيها مشاكل ومش قادرة وفي اللقطة دي حدث نوع من الصعود الهندي الصيني الروسي ودي مساء المهمة يمكن ده ما بيتقلش كتير بس ده لازم يتشاف في المشهد في صعود صيني وصعود روسي وصعود هندي بالتحديد يعني وأنه العالم الجديد لا يمكن أنه يبقى بالمعيار السنائي القديم ولا بالمعيار الأحادي لأنه مش هينفع لازم يبقى تعددي تتعدد في القوة يعني مش بس أمريكا هتبقى لوحدها لازم أمريكا وآخرين الآخرين تحديداً الصين في المقدمة ثم الهند وروسيا أو الروسيا أو الهند أين كان وده كان المشهد بيتم يعني بقيله سنوات ده مش وليد دلوقتي يعني اللقطة دي مش النهاردة يعني وأنا كتبت عنها بدري قوي في 2014 أو 2015 وده بان مع يعني روسيا مش أول مرة تعمل حكا دي عملتها مع في جورجيا 2008 وعملتها مع القرم في 2015 أو 2015 فمش أول مرة والصين عندها منوشات مع تايوان بنفس المنطق والمساحات اللي حوالين الصين والهند نفس الحكاية عايزة تبقى قوة يعني في المنطقة المنطقة الشرق الشرق إسيا فكل واحد من دول ابتدى يحمل مشروع يعني روسيا عندها رؤية لما يسمى الإمبراطورية الروسية القومية القيمة على أسس قومية فمن هنا ده طبيعة الصراع الحالي أخزم في الاعتبار إنه مش صراع سياسي فقط هو صراع على إعادة تجديد النظام الاقتصادي العالمي ودي مسألة إحنا لازم ننتبه إليها حدش بيجيب سيرة الكلام ده يعني يعني لما تسمعي يعني يقولك سلة العملات الجديدة يعني إيه سلة العملات الجديدة يعني الدولار فيها مش هياخد فيها غير ما يسويه معا عملات أخرى معناها إنه اليوان الصيني والروبل الروسي والهند ما عرفش إيه هيبقى لهم حضور بدرجات كل برجوت على قد دمه يعني لكنه في نهاية بحاضر إذا نحن تأمام نظام اقتصادي بيعد تشكيله مرة أخرى بشكل أو بآخر مش بالمنطق القديم حتى أوروبا نفسها أوروبا يبدو إنها بتحاول تتوحد لكن أوروبا في الداخل مش لون واحد يعني أوروبا البلطيقية غير أوروبا البحر الابيض غير أوروبا يعني في مساعدة حتى فنلندا الموقف اللي حديث بتقولين فنلندا والسويد النهاردة بتحاول عاوزيني هل حينجحوا هل مش حينجحوا أوروبا نهاردة توركيا محطردة وبعض الدول الأوروبية زي المجر وغيره فهنا أنا عايز أقولك أنت قدام حالة دولية جديدة بيعد تشكيلها ممكن تمشي بالطريقة دي اللي هو أنا بسميه الصراع الهادي اللي يبدو محصور بين روسيا وأوكرانيا لغاية لما تفك الأزمة ويتشكل النظام الجديد وربما يحدث سيناريو التصعيد لو أصرت بعض الدول أو النيتو اللي هو حلف الأطلندي على استثارة روسيا أو مزيد من الاستثارة وبالمناسبة البابا روم على سبيل المثال له التصريح الظريف وكانه بيبرر الهجوم الروسي أنه ده بسبب النباح بتاع الحلف الأطلندي يعني بيشبه الأطلندي أو حلف الأطلندي بأنه قاعد ينبع حوالين الحدود الروسية ما استفزة الروس على الهجوم فعايز أقولك هي المسألة في الأساس مسألة اقتصادية بسبب أزمة اقتصادية وأزمة النظام الاقتصادي من 2008 من 2008 طبعا جه الكوفيد فاقم الأزمة بكتير ربما يغير شكل العالم فهو أنت في حالة شبيهة يعني فيه في العالم وقت الحرب العالمية الأولى كان فيه الحرب العالمية التانية بدأت بأزمة صديقة طاعنا لأزمة التلاتينات يعني فأنت في حالة ظرف شبيه يا إما حيمر بهدوء الحرب الهدئة دي يا حرب هدئة بمعيار يعني هتقولي إذا فيها عنف أنا فاهم إن فيها عنف بس هدئة بمعنى أنها ما تمددتش أكتر من الحدود دي ما زادتش عن الحدود دي ما خرجتش عن الحدود دي أو إنه هيحتش طفاقم وأنا أميال إنه لعدم الطفاقم يعني هتفك بس مع مع وقت لأنه الطفاقم هيؤدي إلى كارثة تدميرية في ظل التسليح النووي يعني الرهان عليه خطر لأنه يدمر الكل فهيبقى فيه تلويح به فيه تهديد به فأنا أميال لأنه هنمر بمرحلة وبالتالي أنت محتاجة أنك أنت تعيد النظر في كيفية إحنا هنسكن نفسنا فين في العالم الجديد العالم الجديد عبقى معقد جدا